ورجالياتنا المقيمة بالمهجر نظمت جمعية جزائرية بتنسيق مع كاتب جزائري لقاء بالمركز التقافي الجزائري بباريس الفرنسية لقاء لتسليط على الجزائريين الذين تحدى والصعاب ونجحوا بفرنسا في ميادين مختلفة هدى فتوان التقرير مع الزملاء مع مراسلتنا هدى فتوان من فرنسا بمشاركة أكثر من ثلاثين دولة انعقد بمقر يونيسكو بباريس المؤتمر الدولي الأول لمساعدة الضحايا أولهم ضحايا الإرهاب وقد أكد المشاركون في هذا المؤتمر على ضرورة تكاتف الجهود بين الدول لتقديم الدعم النفسي والمادي للضحايا وأهاليهم من الفرنسيين والأجانب أيضا في السنوات الأخيرة خلفت العمليات الإرهابية في فرنسا مئات الضحايا وحاولت الحكومة الفرنسية أن تتخذ إجراءات جديدة لمساعدتهم رغم هذا لا زالت تطالها عدة انتقادات من جمعيات مساعدة الضحايا ومن الضحايا أنفسهم مئات الضحايا الإجاب للحوال لدينا مجمز كمهجزين إجراء الأخوام للتجارة على Service Gill. ويقابة مع فرقات القطف. ودة عيكز السعارة للقضاء ويطيّرون القطف والنهاية показة الوطن المجتمع للعرض لكما يشارك الأخوال تنظر لكما تنجخه التنظر أيضاً وحتفظي نفسي أيضاً مشارفتاة لأن الترتيب الأسيان لأن هذه النهاية بإمكاننا طريق تت 이것도 يا لحظا هذا وقد أكد منظم هذا المؤتمر أنه ستعقد جلسة أعمال بعد ثلاثة أشهر قبل الطبعة الثانية التي سيحدد توقيتها ومكانها لاحقا